بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله كيفكم حبوباتي إن شاء الله تكونوا بألف صحة وهنا يا رب مرحبا بكم في قناة مخبوزات أم أمجد نقلكم شكرا لكم على وصولي للمشتركين إلى هذا العدد مرحبا بالمشتركات جدد نقلهم نورتوني وشرفتوني وانتم على رأسي من أي ولاية كنتم من أي بلد مرحبا بكم أنا مخبوزات أم أمجد من الجزائر مرحبا بالجميع اليوم حبيت ندير معكم فيديو مختلف عن المقرض السنوة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ينعاد أهلنا وعليكم بالخير يا رب هذه معسلات رمضانية لسهراتكم رمضان 2024 إن شاء الله يكون رمضان خيل عنينا وعليكم بتحقيق الأمنيات والدعوات يا رب نبدأ الوصفة على بركة الله حطيت هنا يزوزكي سين كما تشوفوا سميد رطب حطيت معاكم نصف كأس من الفارينة الميكيال هذا اللي قصد به الكأس اللي عندي حطيت شوية فانيلا حطيت شوية خاميرة حطيت شوية ملح شوفوا حبوبتي سميد راهوا سميد الرطب مش السميد الرطب مياه بالمياه هو فيه شوية ما يسمى سميد مياه متوسط مياه للرطب حطيت هنا معاكم نصف كأس من الزبدة الزائبة أنا ما درتش بالسمن ما عنديش اسمن درت الزبدة حطيت نصف كأس أيضا من الزيت تكميلة للزبدة نخلط جميع المكونات مع بعض هالبعض حبوبتي قلكم إذا وصلتوا لهنا مرحبا بكم ونورتوني وشرفتوني وانتم على رأس يا رب من فوق ما تنسوش حبوبتي اللايك والاشتراك والتفعيل زر الجرس وتعليق هكا بش يوصلني كل من جديد نعتذر على الصوت الخارجي مع ليش راني نصور والصوت النافذة هي مفتوحة أصلا الأصوات الخارجية كما هكا مبسسوا كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو مبسسوا كامل المكونات بش تدخلوا مع بعضها هكا كل واحد يحط لي من أي بلد وإذا عجبكم المقروض سنيوة تاعي وهذا شوية ما يزهر وشموية ما يعادي فاتر نخلط نشمخ كامل المقروض كما راكم تشوفوا جينة المقروض ونولمها هكا هذه المقروض سنيوة رائع يا لبنات وساهل تقدري الدري في عشر دقائق بمناسبة شهر رمضان الكريم لجميع السهرات الرمضانية 2024 إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم تقدري الدروها لسهرات رمضانية شغل جايك جاي نكضية في صهر وعندك ما شريتش من الحانو تقدري الدري والله في نصف ساعة أو عشر دقائق راح يجهز معاك المقروض وتكليب الصحة والهناء يا رب بعد خلت اللاعجينة ترتاح جبت هنية تمر الغرس راني نقيته غرس شوية من النواء وذيك القاطف التاعو عملت هنية نصف ملعقة شوية من القرفة شوية زيت عفوا ونصف ملعقة من القرفة وكما تشوفو حبوباتي بشيهش معايا التمر شدت ان نفصص فيه كامل بعد ما فصصتو درت له القرفة بالزيت ولماتوا كما راكم تشوفو نحاول ننقي إذا لقيت شوية نواء بش ما يدخلش معايا في المقروض نحاول نجروا الفيديو بشي ما نطولوش عليكم هنا يا بعد ما كملت التمر نخلي تمر عشر دقائق ونروح نقسم العجينة ونبدأ في طريقة في طريقة الطيطي بتاعي نقسم العجينة نطرح العجينة الأولى في سنيوة بعد ما طرح العجينة نجيبه للتمر بعد ما طرحنا للعجينة للجزء الأول نجيبه التمر نطرحه أيضا على العجينة ونزيده طبقة الأخرى أيضا نحاول أن ما نخليش الفراغات ولما أحيانا تبقى الفراغات نحاول أني نحرص على أني ما تبقاش الفراغات في السنيوة وتتملي كامل الفراغات بعد ما كملنا الطريقة الأولى نأتي بالطريقة الثانية ونجيب العجينة الثانية ونحاول أن نعجنها نحاول أن نعجن الطريقة الثانية العجينة نحاول أن نوازي العجينة مع التمر مع العجينة بالطبقة الأولى نحاول إذا عدتكم هذه الأدات نحاول أن نوازي بها باش ما يبقاش معاي الفراغات إذا ما عدتكم مش تقدروا تديرو حتى بكأس أو ملعقة أو ما شابه نحاول أن نقص الآن العجينة إلى مربعات مربعات أنا اخترت لهذا الشكل المربع وانا ما عنديش لنقاش ملقيتوش جيت أنا نقاش غداعلي والله ما عرفت أنا خليته هكذا سامبل بلا نقاش وجاء روعة يا لبنات جاء ما شاء الله كي مقروض المحلات نتمنى إذا وصلتوا هنا نقول لكم خلوا لي تعليق وخلوا لي جامل الفيديو هنا بعد ما طاب حلت على الكوشة درجة حرارة 180 بعد ما طاب عملت له شربات طيبتها وسقيت المقروض وخلته تقريبا حوالي ثمانية ساعات ومن بعد نقول لكم تكلوه بالصحة ولهنا يا رب وشاهدكم في الجنة وإلى اللقاء في فيديو آخر نتمنى الفيديو نتمنى الفيديو روعجبكم ما تنسوش تخلو لي لايك وتعليق ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة